السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم وياكم عبدالله مازل اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم في الهارد اسكولتيشن في الكارديو فاسكولر سيستم اللي هو ال S2 سيبلتينج مثل ما نعرف في داخل القلب توجد أربع صمامات هذه الصمامات لما نتنسد رح تولدن أصوات القلب فاليوم رح نركز على ال S2 سيبلتينج ولكن قبل ما أبدي أشرح عن ال S2 سيبلتينج والميكانيزم مالت بالتفصيل خلي الراجع نقطة مهمة ما هي الصمامات الموجودة بالقلب أصلا حتى نعرف ال S2 سيبلتينج من شنو متولد وشنو الميكانيزم مالت فهنا لدينا أربع صمامات لدينا الصمام الأول اللي هنا هو الترايكاسبيد فالف والصمام اللي هنا موجود اللي هو الميترال فالف فأدنا هذه الصمامين هذي الصمامين لما تنسد الترايكاسبيد والميترال لما ينسد يولدون الصوت الأول في القلب الصوت الأول أصوات القلب خلي بس أمثلكم ياها اللي هي مثل لوب دوب لوب دوب فهذا هو الصوت الأول اللي هو اللوب لوب فترايكاسبيد ميترال لما ينسدون وهنا ملاحظة مهمة جدا الصمام لما ينسد يولد الصوت إذا الصمام انفتح ولد صوت تعتبر هذه حالة مرضية اليوم دي نتكلم عن الأشياء الطبيعية فالصوت الأول متولد من الترايكاسبيد والميترال ويولدنا الصوت الأول الصوت الثاني الآن الصوت الثاني عدنا صمامين أخرى هنا الأول اسمه بولمونري والثاني الاورتك pulmonari واورتك البولمونري زائدا الاورتك ذو الصمامين لما ينسدون يولدوننا الصوت الثاني عفوا هنا مواحد اثنين صوت الثاني فالصوت الأول مولد من الصمامة الأصوات في حالة الطبيعية طبعا مثل ما يشوفون صمامين يولدون صوت واحد هنا صمامين يولدون صوت واحد هذا معناه أن الصمامين لما يولدون صوت واحد معنى هذول الصمامين ينسدون في نفس الوقت ولكن إذا طلبنا من المريض ياخذ inspiration ياخذ شهيق أقصى ما يمكن اللي يصير أنه هذا الصوت الثاني راح يصير به split راح ينفصل راح يصير صوتين الصوت هذا الثاني اللي كان هو عبارة عن صوت واحد يعني لوب دوب دوب يعني صوت واحد شو راح يصير به راح يتحول إلى صوتين خلي أمثل لكم هذا الصوت الثاني شو راح يصير به لما ياخذ الإنسان inspiration راح ينفصل إلى صوتين فرح أمثلكم إياها وراها أشرح لكم الميكانزم بالحالة طبيعية بدون inspiration الصوت القلب راح يصير لوب دوب أما لما ينفصل الصوت الثاني راح يصير لوب درب لب درب ليش إن الصوت الثاني انفصل طبعا ليش انفصل الصوت الثاني وشنو الميكانزم وراه انفصال الصوت الثاني طبعا هذه قبل ما أتكلم عن الميكانزم هذا أمر طبيعي وفيسيولوجيا يعتبر طبيعي أكو حالات مرضية ممكن صوت الثاني تغير بي يعني يرتبط بحالات مرضية بس الآن لنتكلم عن الحالة الطبيعية طبعا هذا الصمام هنا لح يضخ الدم لما يخلص ضخ الدم هذا الصمام راح ينسد فالأورتك هنا راح ينسد في حالة inspiration ولكن هذا الصمام لما الإنسان ياخذ inspiration هذا الرئة شو راح يصير به راح تتوسع الرئة لما الرئة تتوسع هذه الرئة راح تبدي تستوعب كميات أكثر من الدم تبدي تسحب الدم فلما هذا الصمام راح يضخ أو يمرر الدم إلى الرئتين هذا الرئتين راح تتوسع فاللي يصير أن هذا الصمام راح يتأخر قليلا في انسداده ليش يتأخر هذا الصمام في الانسداد بسبب أن الرئتين تتوسع بسبب الـ inspiration بسبب الشهيق فاللي راح يصير أن الأورته هذا الصمام راح ينسد أولا وراها البولموناري راح ينسد البولموناري راح ينسد وراها وبذلك الصوت الثاني اللي كان عبارة عن صوت واحد مندمج شو راح يصير به راح ينفصل ويصير صوتين متقاربة طبعا الـ inspiration تعتبر طبيعي خلال الشهيق الـ inspiration انفصال هذا الصوت يعتبر يعتبر طبيعي فبهاي المحاضرة الرد أشرح لكم هو الحالة الطبيعية في حالة الفيسيولوجيكال طبعا هناك حالات مرضية مرتبطة بهذا الموضوع اللي هي الفيكست سبليتنج والبريدوكسيكال سبليتنج إن شاء الله أحاول في فيديو آخر أشرح المهم نفهم أن الـ S2 سبليتنج خلال الـ inspiration يعتبر حالة فيسيولوجيكال وأيضا شرحت لكم الميكانيزم أتمنى تكونوا استفادية وألقاكم في فيديو آخر مع السلامة ترجمة نانسي قنقر